قل لا لا شهل مفاجأة الحلوة الأستاذ مصطفى لأغا لا دهنا عايزين سافة سافة في الاستوديو أخوانا ألو يا أهلا وسهلا فيك عندنا أزايك يا حلو أهلا يا سيرين أهلا يا أحمد أهلا يا محمد كل عام وأنتم بخير طبعا اليوم داخلنا في العيد إن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين طبعا أنتم ولعين بغياتوا علينا الشغل خلتنا خلص نعب بالبيت ونعتزل شوال حكي في عمري ما حسدت حد بس حسدتك 30 يوم بستك مع سيرين عبد النور نيالك يا الله أنا هلأ أنا كل النقل تحسيني أصول مصطفى كله والله ما علي شي كله دي نعمة محسود يا حبيب قلبي أولا أنا كتير بشتقت لك ومشتقين لك على الشاشة واليوم كسبناك هيك منورنا الاستوديو والشاشة وبدي أقول لك كل سنة وأنت طيب يا رب طب أنت هتشترك معنا أو هنعمل إيه؟ هتشترك معنا؟ لا ده أنا مشترك يا حبيب فلوس عايزين شوية فلوس عايزين بقى هتشترك مع الحجر أنا أعرف أنه بعدك لا تستقبل حدا بالبيت أبدا حتى مبارح قالوا لي نبعت لك واحد مع الرينج لايت ومش عارف إيه شتلون أبدا أنا الحقيقة أنا روح حد بيتوتي يعني الحجر ما أثر عليه ولا شيء أعيد في البيت وأبني بعد بيتوتي كان أبني أول شيء لما أجل من لندن كان لازم يعمل حجر 14 يوم بعدين قال لي بابا فينا نمددهم 20 يوم تانية أعيد في الغرفة لحاله وأنا نفس الشيء أعيدين في البيت طبعا القعدة في البيت سيرين وأحمد هلأ ضروري نحكي هالكلام في ناس ما كانت يعني الدولة أو دولنا العربية والحقيقة اللي شاف شو عمله دولنا العربية وشاف شو صار في إنجلترا أو في فرنسا أو في إيطاليا أو في أمريكا بيقول نحنا بألف نعمة الحمد لله طبعا نعم نحنا الإجراءات اللي اتخذت هون يعني إصابات محدودة الله يرحم اللي توفه لكن عدد محدود جدا بينما في الغرب أنا بتصل في إدني اللي ما حصلت شيء مي ما ما فيه من كتر مكان يعني دخل السوبر ماركت ما في شيء ولا شيء اليوم نحنا موجودين في العيد نحنا عنا عادات وتقاليد وأحمد وسيرين ومحمد تعرفوا نحنا منزور بعضنا منزور الشيار العيد تراحهم وتواصل لكن كرمال منحبهم لازم نبقى بالبيت كتير ناس بيقول لك خففوا علينا الإجراءات خلينا نطلع تطلع تروح أنا هذه بارح اسمعت عيلي 30 شخص بناتهم طفلي عمره شهرين نعم طفلي عمره شهرين ووحدي عمره سنتين الكل صار معهم كورونا نحو الله فلازم لازم نعود في البيت ما عنا حل ما علي شيء نعود في البيت وحتى تنتهيها الجائحة وإن شاء الله عنه قريب يا رب إن شاء الله يا رب فنحن نعودين وإنتم بعدين موجودين إن شاء الله أنا سمعت كمان شغلة مفاجأة ممكن يمددو لكم لحتى ينتهي كورونا فممكن تعودوا 3-4 شهر على الشاشة أنت وياها شو عم تحكي عن ذلك؟ تعرف الخبرية أنت؟ لا أعرف شو طب أستاذ مصطفى إمتى هيرجع صدى الملاعب؟ قلني دارش يا أحمد قلني دارش لا إزاي بس ده أنت حبيبي يعني صدى الملاعب يعني أنا شغل أقولك أنا من عشاء صدى الملاعب لأن أنا يعني غير أن أنا تمثيل ومزيكة يعني سنين من حياتي بس كورة في دمي فأنا صدى الملاعب ده كان المراعب يعني أول ما يرجع البرنامج أنت وصيرين ضيفين لدينا أنا بعد أتفرج عليكم أنا بعد أتفرج عليكم وبتسقف بالفوتبول إن شاء الله إن شاء الله بعتقد إذا الأمور مثل ما عم نسمع فممكن نكون بأوغست لأنه أنا شايف أنه رياضة عم ترجع كافة سعودية أو في الإمارات أو كان طبعا في ألمانيا عادت في إيطاليا ستعود في إسبانيا ستعود فأعتقد إنه مع أوغست ممكن نحن نتعود أعتقد إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله طيب وسحب الحلم على نصف مليون قرب خبرنا أكتر قرب والله أنا حقابتي مفاجآتي اليوم مفاجآت كبيرة قوي أريد شوية موسيقى عند أحمد لا 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 ده ده الموسيقى شوف أول شي سحب نصف مليون دولار رح يكون إن شاء الله يوم الثلاثة ثلاثة أيام الله ماشي إن شاء الله ثلاثة أيام أوكي المفاجآة الحلوة بقى اللي رح نعلنها الآن لكل جماهير اللي عم يتابعونا ولكل اللي اشتركوا في برنامجكم سهراني معاكم في البيت كل واحد بعت اسمس في برنامجكم رح يدخل على سحب نصف مليون دولار الله برابو الله أعلمي 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 كل اللي اشتركوا عندكم رح يدخلوا في سحب نصف مليون دولار حلوين حلوين جدا يطلعوا كان في المصر يا أحمد يطلعوا كان في المصر خمسة في خمستاشة بوينت سيبن يعني نحنا بنتكلم في رقم كبير قوي الصراحة يعني بنتكلم في رقم كبير جدا هو عتسألني لألي أدي بتلعوا بالليرة هو عتسألني لألي تلعوا بالليرة بروح المهم حلوين طبعا لسه في بعد مفاجآت لسه بعد في مفاجآت إيه بقى مفاجآت تانية طب تقولينا إيه لك يا ضباح واحدة واحدة حب حب علي علي ماشي ماشي السحب إحنا عادة نسحب لوحدنا بس كمان محبة تان فيكم وبالناس اللي اشتركوا معكم حنسحب عندكم في البرنامج الله يعني ده بالنسبة لها هداية العيد ده لسه في مفاجآة بعد أهم إيه بقى قولينا ادي له أنا حكوم معكم في الفيديو الله آخوا يبيروك كيف بس بشرف أحمد في هذا كل نهار أنت بش حتيجي على الآخر همارا بأجازة همارا بأجازة أنا اليوم ده مش مشكلة ده ريس تغنيت عني إلا لا موجود أجازة بقلّ طبعا ما يصير هلا كنا عم تشوف سوق الحرير عنده ثلاثة نسوان وجاي على الرابعة ما صعب عنده درائر أنا واحدة فإن شاء الله هاكون معكم في بيروت بعد ثلاث أيام نسحب نص مليون دولار بس فينا نعرف كيف بدأتكون عنا جاينا بالطيارة بسباحة كيف بدك تجي أكيد حاجة شو بيجي شو باسطة ومع من فحص كورونا وأمورنا الحمد لله سليمة طب إن شاء الله بإذن الله يعني ده من أحلى الأخبار والله أستاذ مصطفى يعني هو ده الشغل الجامد بقى يعني ده هداية العيد ليدا انت جدت تدينا هداية للعيد احنا في MBC نرى الأمل في كل مكان 14 عام الحلم غير حياتي كتير ناس وأنا حقيقة أسعد لما تشوف أشخاص كانت حياتهم قير ميلي وراحت لميلي ثاني طبعا اليوم ما بيفوز اليوم بيفوز بكرة اللي ما فاز السنة الماضي فاز السنة ما بيفوز السنة اللي بعدها كنا بمليون دولار صرنا ب3.5 مليون دولار اليوم في العيد عم نعطي نصف مليون دولار لأخوتنا المشاهدين وإن شاء الله بيكونوا من خلال تهراني معاكم بالبيت حياة حد من الناس اللي عم بشوفونا راح تضايق إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب طب إحنا عن لعبك لعبة مش هتدوني شوية فلوس أنا بقى هنلعبك لعبة وصلت ماشي إحنا دلوقتي باللعب الضيف بتاعنا كل يوم ثلاث كلمات كل كلمة عليها ألف ريال لغاية دلوقتي مجمعين أربعة تسعين ألف أنا بدي نصف مليون ألف ريال زيتهم شوية طب عشر ولكن مليين عن تك كلمة أنا نفسي يعني أنت طلتك علينا دي محتاجة نص مليون دولار مش نص مليون ريال حبيبي 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 فهنلعبك ثلاث كلمات أوكي لعبني أوكي الكلمة الأولى مصطفى الآخر بس يقول لواحد مبروك بيقول إيه أنا لازم أجاوب آه في خيارات هقول لخيارات أقول لخيارات أقول مبروك اتنين مبروك تلاتة مبروك ولا ولا ألف مبروك ألفين مبروك تلات تلاف مبروك ولا ألف مليون تريليون تيزليون مبروك زيتك ألتا وألف مليون صح عليك يا إجابة صحيحة وألف ريال ألف ريال يلا شو المركز اللي كانت تلعب فيه كرة القدم وكرة اليد شو المركز راح أنا حجمي هلأد يعني لا حجم جوزك ولا حجم أحمد هلأد وما هيك وما هيك كنت حارس مرمى الله كنت حارس مرمى والله كنت حارس مرمى ممتاز كرة يد وكرة قدم طبعا فشلت بعد أول شهرين واعتزل والحمد لله توجهت لدراسة وللإعلام ونجحت الحمد لله طيب عنوان الكتاب اللي أنت كتبته اسمه إيه اسمه إيه اسمه إيه اسمه إيه فيني أستعين أستعين بالكتاب نفسه طبعا طبعا هذا الكتاب اسمه جياد بلا صهي لمجموعة فصاص قصيرة عملنا منه ثلاثة نسخ من دار ما ذلك طبعا بسهر موجود مش دعاية للكتاب يعني أصلا أنا يعني ثمن الكتاب للأمور الخير فجياد بلا صحيح إيجابة صحيحة وثلاثة تلاف ريال بس أنا عايز أقول لك الحاجة على الكتاب لو الكتاب فيه قصص حلوة تتعامل مسلسل أو تتعامل فيلم أنا حاجز حاجة فيها وحياتك فيه حوالي 12 قصة منهم ثلاثة أربعة يشتغلوا أفلام بس خلاص وعد هو بالمسلسل مصطفى لأغاء على الهواء إن فيه خصة بورا بس كده خلاص تمام طيب وستيس مصطفى أنت كدك سيبت تلاتة تلاف ريال اللي معنا وبقى معنا لغاية دلوقتي سبعة وتسعين ألف ريال فيه سعيد حظ هيكسبهم في حلقة من حلقات العيد إن شاء الله بإذن الله يعني نورتنا وطلتك علينا دايما مش بس للبشاهد العربي فيها فلوس وجوائز لقينا احنا كمان فيه جوائز إن شاء الله كالعام وانتوا بخير ورح نلتقي إن شاء الله يوم الثلاثاء عندك في بيرون إن شاء الله بإذن الله بس قبل ما تفيل بدي أنا أطلب منك طلب لك أنت تامري أنت ما تطلب بدك تكتلنا كتير بدك تكتلنا كتير من الخواطر يلي دايما بتقولها يلي أنا بحبها كتير وبدك تخصص لي وحدة لقلي أبشري تم وكأنه بعتبره نصيحة لقلي ثلاثة واحدة أوكي إن شاء الله وصل وصل إن شاء الله يا رب نور فينا يا سيد مصطفى وتحياتي لأمحمد وتحياتي لكل المشاهدين وإن شاء الله على فكرة سر صغير أول مرة في حياتي بطلع عبر يعني سوشال ميديا أول مرة حظينا بقى من حظينا عجل من حظي أنا وعلى فكرة أحمد أنت واحد من الناس اللي أنا معزب فيهم يا حبيبي يعني نموذج بجمالك بتنوعك أي والله بشخصيتك وسندي محظوظين بوجود قامة وقيمة مثلك يا حبيبي أستاذ مصطفى بس بدأ قول لأنه اشتغلت معه ثلاثين يوم أنا بشهد على هذا الموضوع هلأ ما تستحو هيك بس لازم أقولون أنه أنا كتير بحبه وكتير بحترمه وإنساني كتير بوزيتف وكتير بيعطي دعم ومنضل نضحك لالوقت بس هيك بدي أستفيد من الفرصة لأقول له أنه أنا كتير بحبك يا حبيبت يا سرين وكتير بسط أنه اشتغل ما سوع عن جد يعني بما أنها صدفة كنا حلوين ما كنا حلوين ما كنا حلوين كنا حلوين يا سرين يا سرين خليلي يا أستاذ مصطفى أقولي وننمي اللي جواي أنا كمال يعني والله يا أستاذ مصطفى سمعت الثلاثة أنت مروح على الثلاث ماشي على الثلاث ماشي أنا ماشي يعني نصر عايز أقول والله يعني أنا زي ما سرين قالت نحن 30 يوم بنشتغل مع بعض شفت مثال الاحترام للشغل احترام وعندها مسئولية لكل شيء من أصغر الحاجات في البرنامج لأكبر الحاجات بتاخد بالها وبنركزها في كل حاجة هي بتعملها قدي بتحترم موعدها بتحترم الشغلان اللي هي بتعملها وأنا قدي مبسوط أن أنا تعرفت على شخص غير أنه هو إنسان من جواه هو كمان شخص قدي بيحترم اللي حواليه وبيحترم شغله ودي أهم حاجة في أي فنن فأنا بجد محصوص أن أنا شغال مع سري نعم بس حابب أقول كلمة صغيرة أنا ضليت مدوم مثلا خلال كورونا خمسة أسابيع أنتم موجودين أيضا خلال كورونا حابب أشكر كمان تخطط دفع الأول هن الأطباء والممرضين والأجهزة الطبيعة الموجودة في العالم كله لكن أيضا يشتغل من البيت اللي إجوا فعلا حتى يخلوا مشاهدين مبي سي قاعدين في البيت يتكون مبي سي معهم في البيت فتحياتي لكل تاقم العمل في مجموعة مبي سي وعلى رأس الشيخ وليد إبراهيم نقول لك العام أنت بخير يا بو خالد وإن شاء الله تسكر دائما مبي سي المحطة القائلة والرائلة في الوطن العربي وربما في العالم إن شاء الله وكمية زقفة لأيلون أكيد أنجد يعطيكم ألف عافية نورتني يا أستاذ مصطفى حبيبي مع السلامة باي باي مع السلامة عايز أقول لكل من ما يبعدش رسالة ضرورية يبعد بعد الكلام اللي قاله أستاذ مصطفى الأغا لأن مش بس فيه سحب 100 ألف ريال سعودي وجيزة الضيوف اللي بقت 97 ألف ريال سعودي دلوقتي كمان فرصة أنه تكسب وجيزة الحلم بقيمة نص مليون دولار أمريكي